بل لا تكونوا بالشورى سهل قال بأنه أساساً الآن الحكومة الموجودة في إيران وحكومة سيد الإمام قدس الله سيد الإمام الخميني قدس الله شرعية أولا نعم شرعية ولكن لا أنها شرعية لأنها انتخبت من قبل الناس بل لأننا نعتقد أن الإمام المعصوم في زمن غيبته أجاز للفقيه الجامعي للشرائط أن يتولى أمر ماذا؟ أمر الإمامة وإلا بشكل صريح وهذا كل فقائنا وعلمائنا يقولون لو لم يجز الإمام المعصوم الحي الموجود وهو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت أن يقام حكم إسلامي في زمن الغيبة لما أجيز لأحد من الفقهاء أن يتصدى لإقامة الحكم الإسلامي وحيث أن سيد الإمام وجملة من الفقهاء يعتقدون أن الإمام المعصوم أذن بل أوجب على القادرين على أن يتصدوا فالشرعية إنما جاءت ممن؟ من الإمام المعصوم حسنًا